أحاط رئيس الحكومة أحمد بن مبارك أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع بالعاصمة عدن بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية وأشدد بن مبارك على إجراء تقييم لمستوى أداء الوزرات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية مجددا التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان الرئيسي للعمل في هذه المرحلة والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية كما تطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الميداني في مختلف الجبهات على استمرار تصعيد ميليشيا الحوث الإرهابية ووقف المجلس أمام عدد من الملفات خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات وأقر مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب وستذكر مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكر تحرير ساحل حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي التي احتلت مدن الساحل لعام كامل مستذكرا دعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المعركة والالتفاف الشعبي البطولي لتحقيق النصر مترحما على أرواح الشهداء الأبطال في هذه المعركة وكل معارك الوطن والتضحيات المستمرة من أجل التخلص من الإرهاب والبليشيات الحوثية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة